أهلا بحضراتكم مرة تانية لو نفتكر منتدى الشباب العالم في نسخيته التانية في 2018 كان فيه جلسة مهمة جدا اسمها داي زيرو أو اليوم صفر ده معناه أن فيه دول في يوم من الأيام هيجي عليها الوقت مش هيكون فيها نقطة مية فيه تحديات كتيرة جدا بتواجه كل الدول في ملف المياه سواء فيه نوعية المياه الموجودة فيه المياه الجوفية فيه دول شحيحة فيه مياه الأمطار فيه دول حبيسة فيه تحديات كتيرة جدا لدول كتيرة لكن خلونا نتكلم عن التجربة المصرية إحنا خلال الفترة اللي فاتت الدولة بتشتغل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية أي موارد مائي موجود في مصر بنشتغل على تعظيم الاستفادة منه حتى بنعمل مشروعات الزراعية آه لكن المياه بتاعة المشروعات الزراعية دي جاية منين مصدرها إيه فهنلاقي فيه مياه جوفية وهنلاقي فيه محطات تحليل مياه البحر هنلاقي فيه محطات ليه المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وغيره يعني مياه صار في الزراعي بيعاد استخدامها أكتر من مرة يعني الموضوع مش يعني يعني بنحاول نحافظ أكبر قدر ممكن على كل قطرة مياه ده بالإضافة إلى نظم الرئي الحديث فاحنا عندنا نهج وعندنا خطة الدولة شغالة عليها خلال الفترة اللي فات عشان نستفيد من كل قطرة مياه موجودة من ضمن الجلسات المهمة جدا الموجودة في منتج شباب العالم مستقبل تكنولوجيا المياه والتجربة المصرية في تعظيم لاستفادة من الموارد المائية عايزين نتكلم عنها بكل التفاصيل مع الدكتورة إيريني استمالك استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولية دكتورة إيريني أهلا بحضرتك أهلا بيكم صباح الخير يا فاند منورانا صباح الخل طبعا نحن عندنا تفاصيل كتير قوي وعايزين نستعرض بارد تجربة حضرتك في ألمانيا وفي دول كتيرة مش في ألمانيا فقط وعايزين نعرف إحنا وصلنا لفين بس في البداية عايزين نفهم يعني إيه تكنولوجيا المياه تكنولوجيا المياه زي أي تكنولوجيا زي ما حضرتك عارف أنه إحنا بنعيش دلوقتي في مرحل بنسميها ثورة صناعية الرابعة زي ما هي في كل المجالات فهي برضو في المياه زي أي حاجة يعني فإحنا عندنا النهاردة في ثورة في تكنولوجيا المياه لإعادة استخدام المياه لطرق التحكم في محطات المياه والصرف الصحي طبعا اللي بنقوله على المياه يمشي على الصرف الصحي يمشي كمان على إعادة استخدام الفضلات فيعني التكنولوجيا اللي موجودة النهاردة تكنولوجيا كلها زي ما بنسميها سمارت أو انتليجنت كل حاجة زكية جدا حتى في محطات المياه والصرف الصحي طيب دكتور إيريني احنا كان عندنا مشكلة في وقت السابق حتى ما كناش بنفكر ان احنا نلاقي ليها مخرج او حال وهي فكرة المصب الواحد كان عندنا كمان اهدار كبير جدا للمياه حتى طرق الزراعة القديمة طرق راي القديمة وطرق الزراعة القديمة الترع كان فيها مشاكل كان عندنا مشاكل كتير جدا الحقيقة في فكرة استخدام الامثل للمياه سؤيل حضرتك شايفة خطوات مصر ازاي رؤيتك لخطوات مصر في فكرة ترشيد استهلاك المياه في وقت العالم بيكلم انه هنوصل لمرحلة انه المياه هتكون اغلى من الدهب اولا الحقيقة التجربة المصرية انا كان يعني كان ليا الشرف ان انا كنت مسؤولة عن الجزء ده في الورشة اللي احنا قدمناها فقد كده الحقيقة حاجة مش بس لاني مصرية بقول كده او كلام مجاملة الحقيقة لكن التجربة المصرية تجربة قوية جدا ورائدة في الموضوع ده الخطوات اللي اتخذت في سنين قليلة خطوات كانت مهمة قوي انها تحصل زي مثلا وزارة الراي والجهود بتاعة تبطين الترع الموضوع ده كان مشوء مهم قوي مصر عملت فيه شغل كويس قوي اعادة استخدام المياه سواء بقى المياه الزراعية وانا عايزة يعني النهاردة اصدمكم شوية ونتكلم زيادة شوية عن اعادة استخدام مياه الصرف الصحي وما نبقاش متضايقين ولا قلقانين واحنا بنقول الكلمة دي الحقيقة مصر كمان اخذت خطوات في اعادة استخدام المياه بشكل عام يعني بنخلال المعالجة السلسية محطات حلية مياه البحر بقت موجودة بكاثرة وبدأت تبقى فيها يعني تواجد كبير في مصر فكرة اللي احنا بنسميها اللي هي البحث عن المصادر غير الاعتيادية اللي احنا مش متعودين عليها علشان نغطي منها الاحتياجات بس انا كمان فرق معايا ان احنا نبقى فاهمين ان احنا مش لوحدنا مصر مش هي الدولة الوحيدة اللي عندها مشاكل في المياه بالعكس مصر يعني عندها تجارب رائدة في انها تتغلب او انها تاخد خطوات تجاه المشكلة دي طيب حضرتك عملتي تجربة مهمة جدا وتجربة عظيمة في المانيا محطة تصرف بتنقي المياه وبتمد نفسها بالطاقة وبتغطي تكلفتها كمان هي الحقيقة احنا لما نبقى عارفين ان استهلاك الكهرباء في اي كوميونيتي في اي مكان من اكبر المستهلكين هي المحطات المياه والصرف الصحي او محطات اللي زي كده استهلاكها في الكهرباء عالي قوي وده جزء كبير من التكلفة لانه احنا عندنا نوعين من تكلفة المحطات لأي حاجة بنبنيها بنبني في تكلفة البناء البداية اللي هي بنسميها الكابكس وتكلفة الابريشن انت تشغل المحطة فالتكلفة العالية دي جزء كبير منها اوي الطاقة ففي تكنولوجي بقالها سنين كتير الحقيقة مش جديدة اللي هي استخدام الديجسترز في محطات الصرف الصحي الديجسترز ده باختصار شديد ان انا باخد الحمقة المخلفات اللي خرجها من محطات الصرف الصحي ودخلها في خزان واقفل عليها وعمل لها تفاعل لاهوائي بالبكتيريا يطلع لي غاز الغاز ده باخده ادخله على ماكنة اطلع لي كهرباء اسم بالأسات الكهرباء دي اقدر اشغل بيها المحطة فده يفرق معايا اوي في التكلفة اللي انا بشغل بيها المحطة يعني بيفرق في الده اللي بيخليها انها تجيب زي ما بيقولوا تجيب تكلفتها فاحنا كمان برضو بالمناسبة في محطات في مصر شغالة بالسيستم ده انا بشجع جدا نحن نقطر قوي منها زي محطة الصرف الصحي اللي في الجبل الأصفر المحطة دي دلوقتي شغالة بتاقة اكتر من خمسين في المية من احتياجاتها بتغطيها بالانرجي اللي هي بتطلعها المحطة يعني ممكن نوصل كمان لمعدلات لسبعين وتمانين وعندنا محطات المحطة اللي احنا كنا شوفناها في ألمانيا بعمل connection على الشبكة شبكة الكهربة انا عندي اكساس في المحطة يعني عندي كهربة اكتر من احتياجي بديها للشبكة المنطقة بقى دلوقتي عندي يعني انا بنت الكهربة اخد انا بنت الكهربة كمان بنت الكهربة وطلعها تاخدها مني البلد تاخدها مني شبكة البلد وفوقت ما انا ما عنديش البلد تديني فأسود أقول أنه ده مصدر مهم جدا للطاقة والطاقة النظيفة على العكس ما يجي في بالنا دي دي من أهم من أجمل أنواع الطاقة يعني طبعا ده أكيد والعالم كله بيتجه للطاقة النظيفة الحقيقة يا دكتور طيب دكتور حديك وإحنا بنتكلم قبل الهواء قلت لي إحنا في ألمانيا أحيانا بناخد الأطفال بيكنيكس أو رحلات لمحطات الصرف الصحيح صحيح وأنا سألت حضرتك بعدها هل ده ينفع عندنا في مصر واتحدثنا في هذا الموضوع أنا حابة أكلم يعني حضرك طبعا إجابتك للناس وكان كمان سؤالي التالي هو شايفة مشكلتنا المشكلة بتواجه الصرف الصحي في مصر دلوقتي إيه وإزاي نقدر نتغلب عليها هي فكرة أنه إحنا ناخد الأطفال يعملوا بيكنيك في محطة الصرف الصحي أنا شايفة أنه ممكن يحصل في مصر في محطات زي مثلا الجبل الأصفر لأن أنا شفتها بنفسي أه ممكن لكن عارفة أن دي محطات قليلة لأننا قدر نعمل فيها كده دي المحطات الجديدة الجديدة بس أنا أقدر أحط ده كمان بالنسبالي كتارجت لأنه أنا دايماً بحب كهدف أنا بحب أن نحن نشتغل في موضوع أنه الجزء في المحطات الفني مرتبط بالحياة اليومية فلو أنا بقى ده جزء من كهيئات مجتمعية في ذهنها مش بس المسؤول عن محطة الصرف الصحي هو اللي في باله ده لكن أنا كمجتمع مدني كإعلام بقول أنه من أول الطفل الصغير لازم يفهم أن محطة الصرف الصحي دي مش حاجة يعني باشع ما ينفعش نروح عندها بالعكس دي دي ممكن تكون فعلاً أنا أشوف بنفسي إيه اللي بيحصل في الصرف اللي بيطلع عشان أتعامل كده عندنا بمحطة الصرف الصحي يا صورة دهنية قطئة قطئة إن كانت الإدارة والتعامل معها سليم بالزبط كده بالزبط يعني في جزء الأولاني بس جزء المصافي وفي جزء معينة اللي بيكون في رواقح كريهة ودي يعني مش لازم ده أعمل فيه بيكنيك ما فيش أي داعي يعني لكن في من بعد كده بعد ما الماية بدأت تخش في مراحل معالجة التانية ممكن جداً أعالج الأودور الريحة ما يبقاش عندي ريحة كسرة الزراعات في محطات الصرف الصحي بيفرق قوي وخصوصاً أنا بقدر أرويها كمان بالمية اللي أنا خارجة المعالجة من عندي فاللي أنا عايزة أقوله لو إحنا حطينا هدف أنه أنا أعلم الطفل من هو تغير زي يتعامل مع الصرف الصحي في البيت مش هيرمي حاجة غلط في الطايلت مش هيحس أنه في مشكلة كبيرة في الصرف الصحي لأنه ده جزء من حياتنا بنتعامل معاه وجزء كمان مهم من السفيد منه بكل تأكيد دكتورة إيريني خلينا أقول لحضرتك يعني من خلال متابعتنا خلال الفترة اللي فاتت وأكيد حضرتك لمست ده أن مصر مهتمة جداً بعلماء الموجودين في الخارج ودليل ده حضرتك موجودة طبعاً بتشارك في مؤتمرات مصر تستطيع وبتتكلمي عن هذا الملف وبتتكلمي عن تجربتك كمان في ألمانيا وفضوها الكتيرة كمان في العالم عايزين نعرف إحنا وصلنا لإيه يعني حضرتك أكيد تباتي من فترة في مؤتمرات مصر تستطيع وبيكون ليكي أراء ورؤى بتطرحيها في ملف المياه شايف الوضع دلوقتي بأعمل إزاي؟ الحقيقة الوضع مبهر بمنتهى الصدق الخطوات اللي بتاخدها الحكومة المصرية في اتجاه الميا والصرف الصحي طبعاً أنا بتابع كمان المجالات الأخرى بس أنا بتكلم في المجال اللي أنا يعني بيهمني أوي فعلاً خطوات مبهرة ومش بس بالنسبالي أنا لكن حتى لما احنا بنبص على ده من بره وبنشوف اللي بيحصل يعني كتير مش بنبقى مصدقيني كل ده بيتعمل في الوقت القليل ده ففي رؤية واضحة زي ما حضرتكو قلته في البداية لإعادة استخدام المياه في يعني فيه إحساس بأهمية وقيمة القضية اللي احنا بنقشها اللي هي قضية الميا والصرف الصحي والفضلات لأنه النهاردة دي قضية ما فيهاش فصول يعني لازم ناخد خطوات ولازم ناخد قرارات فيها فالحقيقة فعلاً فيه خطوات إيجابية جداً سواء زي ما أنا حكيت عن المشروعات اللي بتتعامل من خلال وزارة الرأي وزارة الإسكان وزارة الإنتاج الحربي بتشتغل دلوقتي في فكرة التصنيع الجزئي حتى لمحطات المياه فيه خطوات إيجابية جداً متاخدة في الاتجاهة دكتور ينين حضرتك كمان خلال حديثك بتطرقت النقطة مهمة جداً وهي إن احنا عندنا شوية برضو صورة نماطية الفكرة المياه المعاد تدويرها أو المعاد استخدامها إذا ما حضرتك أنت مثلاً المياه المعاد تدويرها مثلاً مياه الصرف الصحي أو مياه المعالجة مياه الصرف الصحي المعالجة فيه ناس تقول إزاي هنستخدمها في الزراعة؟ أو ازاي هنستخدمها في مياه الصرف الصحي إزاي هنستخدمها؟ طب ممكن توضحي النقطة دي للناس بان دم؟ هو أنا بس حيز أقول حاجة لطيفة شوية يعني بالنسبة لنا احنا لطيفة إنه أسهل مياه نتعامل معها للمعالجة هي مياه الصرف الصحي يعني بالنسبة لنا دي أقل أبسط حاجة في المعالجة يعني مثلا لما يكون عندي مياه الصرف الزراعي بالنسبة لي أصعب في المعالجة مياه الصرف الصناعي أصعب قوي في المعالجة لكن مياه الصرف الصحي على عكس ما احنا بنتخيل معالجتها سهلة والمية زيها زي لأنها عضوية مش كميعية بالزبط لأنها عضوية ولأنه يعني في أول خطوة في المعالجة دائما بتبقى ترسيب يعني أي حاجة عندك شوية مية فيها عكرة أنت بتحطها كده ستنزل العكرة في الأرض وخلص في أرضية الكوباية. فإحنا مشكلة الصرف الصحي أغلبه بيبقى الصلدز والمخلفات الصلبة بتترسب لوحدها. فالمعالجة بتاعتها بعد كده خطواتها تعتبر سهلة. إحنا بس زي ما بقول إنه لو رجعنا بزهننا لإنه الإنسان مخلفات الإنسان ما فيهاش أي حاجة وحشة. يعني فيهاش أي حاجة ما نقدرش نتعامل معها. والمية أو مية الصرف الصحي زيها زي أي حاجة عبارة عن مكونات. أنا بقيس ده على إيه؟ بقيس المكونات الخارجة بقى من محطة الصرف الصحي. ويمكن أنا بحب أحكي الحكاية دي قوي إنه أنا أول محطة اشتغلت فيها في ألمانيا. اتفاجئت على الإسكاد. اللي هي الشاشة اللي بتبين لي البرامترز بتاعت المية. المواصفات اللي طالعة من محطة الصرف الصحي مواصفات ما يتشرب. فسألت المدير بتاعي وقتها قلت له إيه ده؟ وإنتوا بتعملوا بتضربوا البيانات ولا إيه؟ فقال لي أنا لو القرار في إيدي هدخاه على شبكة الشرب. لأنها كمان أحسن. هو الحمد لله أن القرار مش في إيدي. والحمد لله أننا مش ناك. لأننا مش نتحمل بها. أكون ناشا نتحمل ده. أه بصراحة. قال لي لكن أنا الحقيقة لأنه مش في إيدي. بس إحنا عشان هو مش بإيدي. إحنا يعني بالقانون بنرميها في النهر. بالقانون المياه المعالجة من الصرف الصحي في ألمانيا بتتريمي في النهر. ومن النهر بيأخذ وعمل مية شرب. مش أنا برميها في حتة تانية. فعايز أقول أنه إعادة استخدام المياه دي حاجة أمنة. منظمة الصحة العالمية في 2017 طلعت مانيول بيقول أنه إيه اللي يتعمل علشان المياه المعالجة تبقى أمنة للاستخدام البشري. فحتى منظمة الصحة العالمية قالت ده. ومنظمة الصحة العالمية مش تبعنا مش بتاعت بتوع الصرف الصحي يعني. طيب نتكلم عن التغيرات المناخية وتأثرها لأنه زي ما حضرتك قلتي إن كل الأمور متصلة ببعضها. شايفة إيه الأضرار اللي هتؤثر على المياه في العالم كله من جراء التغيرات المناخية؟ التغيرات المناخية إحنا كلنا بدأنا نحس بيها. يعني ما بقاش في حد مش حاسس بيها دلوقتي من خلال اللي بيحصل. من خلال الفيضانات من خلال حراي الغبات من خلال يعني العصير. التفاع درجات حرارة أو انخفاض درجات حرارة. أو انتفاضها بالزبط. كل الحاجات دي إحنا شايفينها دلوقتي. ومن أكتر العوامل اللي بتتأثر بالتغيرات المناخية هي المياه. لأنه إحنا يعني زي ما كنا بنقول إحنا كل اللي موجود عندنا من المياه للشرب 2.5% من المياه اللي موجود على الكرة الأرضية. إحنا النهاردة عندنا وإحنا قاعدين دلوقتي في مليار إنسان ما عندهمش مياه كفاية. مليار إنسان. وللأسف أغلبهم في أفريقيا. فأنا عندي مشكلة مياه قريدي كبيرة قوي. المشكلة دي حتزيد مع الوقت. لأنه أنا عندي زيادة تعداد سكان للكرة الأرضية كلها بتزيد. في نفس الوقت اللي المصادر بتاعتي بتقل مش حتى قاعدة زي ما هي. فعشان كده بقالنا فترة العالم كله بقاله فترة بيفكر تبقى تصرف إزاي أجيب منين المياه. لأنه المياه أنا بحيب أقول حاجة مهمة قوي. إنه إحنا بنتخيل إحنا هنشرب بس المياه. لكن الحقيقة لأ. إحنا بنشرب مياه. بنأكل مياه. صحيح. بنلبس مياه. صحيح. بنركب مياه. بنصنع مياه. كل حاجة حوالينا. يعني لو ما فيش مياه فالحياة كلها هتوقف. فعشان كده أنا لازم النهاردة كلنا مع بعض كده بندور على مصادر جديدة للمياه. وده اللي بيعمله النهاردة العالم كله. سواء بقى زي ما قولنا إعادة استخدام. النهاردة يعني نمبر ون حتى في الووتر 4.0 اللي هي الثورة الصناعية الرابعة في المياه. إنه أنا زي أعيد استخدام كل نقطة من المياه. طيب دكتور من خلال المناقشات اللي طبعا حضرتك أجلتيها خلال وجودك في منتدى الشباب العالم. كان فيه ناقشات أكيد مع عقليات مختلفة خلفيات مختلفة بلاد لها عندها تقدم في هذا الملف أو بلاد متأخرة إلى حد ما أو نمية أو بتحاول بلاد بتحاول نتحدث تغيير في هذا الملف بما إنه زي ما حضرتك قلت ملف حيوي جدا. عايزة أعرف من حضرتك خلال هذه المناقشات إيه تم الاتفاق عليه إن هو لازم ينفذ إن كانت خطة قصيرة المدى أو خطة على المدى الطويل؟ هو طبعا المناقشات كانت كتيرة أي وطلعنا بشوية توصيات في الآخر يعني يتفق عليها الناس كلها إنه زي أي حاجة في الدنيا في حاجة تخص القوانين. القوانين إنه مثلا فيه توصيات للأمم المتحدة إن هي تتعامل مع قضية المية على إنها مش على إنها قضية اجتماعية. دي قضية قضية أسنشي قضية حياة أو موت يعني. فحتى النزاعات اللي بتتم على المية لازم يتم التعامل معها على إنها نزاعات أمنية وممكن تؤدي إلى الحروب. فده مثلا التوصيات للأمم المتحدة التوصيات للحكومات للتعامل الرشيد مع استخدام المية مع المشروعات الجديدة. المشروعات إعادة الاستخدام. لكن بالنسبة لي أنا كنت من أهم التوصيات اللي هي توصيات اللي تخص المجتمع. تخص المجتمع المدني. تخص الإعلام. تخص الشعب كله. الناس كلها في كل حتة في الدنيا. مش بس في مصر إن أنا أتعامل مع المية إزاي زي ما قلنا بقى من خلال أطفال أعلمهم من خلال الناس أوعيهم إنه ما ترميش المية. ما تفتحش حنفية وتسيبها. ماشية. يعني الحاجات اللي هي البدائيات بس أساسية جدا يعني. طبعا يعني إحنا بنشكر حضريك شكرا جزيلا دكتور إيريني ياسمالك استشاري الهندسة البيئية ونائب رئيس المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي نورتينا. مرسي. خالص. وبشكرك على كل هذه المعلومات طبعا يعني. ربنا خليك أنا مبسط جدا مرسي لكم جدا. كل الشكر لي كيف أنه شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا هنستأذن حضراتكم نروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل بقى فقرات.